ألفاني وخمسة أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الرابعة من نيسان مناسبة عالمية للتوعية بخطر الألغام ألفاني وأربعة عشر انقلبت الميليشيا الحوثية على الشرعية في اليمن وأخذت مخزون الدولة من الألغام وهو مخزون كبير وبالملايين له حكاية اقترنت بدعم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إبان النزاع بين شطري اليمن ما قبل الوحدة أشاهد أن تلك الألغامة إضافة إلى ما استقدمته الميليشيا من الخارج وما صنعته بخبرات إيرانية تم زرعها في أرجاء اليمن مدنا وأريافا وصحاري والنتيجة مئات المدنيين إن لم يكن الآلاف وقعوا ضحايا خلال الأعوام الماضية في المقابل يحتفي العالم بهذه المناسبة على معاناة آلاف اليمنيين في تناقض يعكس البهن الشاسعة بين الإدعاء والنصوص والمأساة الحقيقية على الأرض فلم يكلف الضمير العالمي نفسه حتى بإدانة لأفعال الميليشيا المخالفة لمبادئه المئات فقدوا أرواحهم وأكثر منهم فقدوا أطرافهم وأصيبوا بإعاقات دائمة وأصبحوا يعيشون نصف حياة وما زالت المأساة في انتظار الكثيرين خصوصا مع الأعداد المفزعة التي تم زرعها بطرق عشوائية بالأمس القريب مثلا صرح مسؤول في الجيش الوطني بمحافظة شبوة أن وحدات مكافحة الألغام استخرجت أكثر من ألفي لغم في مساحة لا تتجاوز الخمسة كيلومترات مربع ولك الآن أن تتخيل حجم الكارثة